السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا ما نعتزل لتأخيرنا الاربع دقائق دول عليكم عشان المشاكل اللي بتحصل هنا في اوروبا في البرد مع وجود مشاكل في البث المباشر انبالا احنا اتكلمنا عن المصطلح الجديد اللي احنا اتكلمنا عنه من اكتب من 17 سنة تقريبا او 16 سنة اللي هو بنسميه كريتشريتيريونيزم ضد اللي هو هيمياتيريونيزم او الخلائقية اللي هي وليس الانسانية لذا ما انا كاتب هنا في الصفحة عندكم الخلائقية وليس الانسانية طبعا انا بشكر زملائي اللي هم العمل المدى العلمية والاعلام لما صحر وعبد الرحمن وفاطمة هرسي واذا كنتم بتشوفوا السوشال ميديا ساينز يمكن تتصلوا يعني تكونوا معانا فيها ننظر هنا للتعريفات انا ليه بكلم النهاردة عن الموضوع ده الموضوع ده مهم جدا جدا من نسبنا لان الموضوع ده ليه خلفية ثقافية خلفية دينية خلفية قيمية خلفية عاقيدية وخلفية تاريخية التعريفات تختلف التعريفات لمفاهيم العمل خيري بين الثقافات واللغات ويتم باستمرار استحداث مفاهيم جديدة مشكلتنا احنا في اللغة العربية هي غنية جدا 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 لكن احنا ما بنستحدثش اي تعريفات جديدة للمصطلحات وابنأتي دايما نترجم المصطلحات اللاتينية الى مصطلحات عربية وده يعتبر قصور في القائمين على العمل الانساني في العالم العربي بالذات والعالم الاسلامي ننظر هنا هو بعض الاستشكالات اللي احنا بنتكلم فيها احنا في عالم عربي احنا في عالم عربي بنتكلم فيه احنا فيه في العالم العربي ده مشكلتنا فيه ان احنا عندنا اغنى لغة في العالم ومع ذلك لا نستعملها لغة فيها مفردات ل12 مليون واثنين من عشرة ونستحدث او بنتبع مخرجات للغة فيها 600 الف او 150 الف او 160 الف او 140 الف ده مشكلتنا احنا ففي لغاتنا العربية غنية جدا غنية جدا غنية جدا فلذلك احنا لابد ان نحترم اللغة اللي بنتكلم بها ومن انبطحش انبطاح في مهانة للغة اللي احنا بنتكلمها وثقافة اللغة اللي بنتكلمها وفلسفة اللغة اللي بنتكلمها ده المرة واحد التحول من مصطلح الاغاثة للطوارق ليه مصطلح الاستجابة الانسانية او من انه هو ده حصل في التسعينيات من القرن الماضي فجأة كده لان نفسنا بعد ان نتكلم على قسم الطوارق وقسم الاغاثة اصبحنا منتكلم على قسم الاستجابة الانسانية احنا كلمة انسانية في اللغة العربية تختلف تماما في مفهوم انسانية في اللغة اللاتينية او اللغة الانجليزية بالذات يعني انسانية عندنا اكتر شمولية بتشمل كل عمل يخص البشر ويخص غير البشر من اعمال اجتماعية اعمال اغاثية الى اخر لكن هما دلوقتي حددوا مفعوم كلمة انسانية انه هو يعتبر فقط للاعمال الاغاثية ولا يدخل فيها العمل التنموي والعمل التأهيل والاعمال دي كلها فده حاجة حصلت في التسعينيات من القرن الماضي ده احد الاستشكالات المتكلم عنها ان احنا عندنا قصور في انتاج مصطلحات جديدة تستطيع ان تقود لعمل الانساني في العالم كلمة خلائقية هي كلمة مش غريبة عن اللغة العربية يعني اذا يعني ندع الخلق للخالق ايضا من الخلق للخالق الخالق والخلائق والمخلوق وكل هذه الاشياء نحن نتكلم عنها ودي نحن نتكلم عنها هل هنتكلم عن خلائقية ام هنتكلم عن انسانية ده احنا ماشيين بالفلسفة الغربية اللي هي شبر بشبر وذراع بذراع وباع بباع حتى اذا دخلوا جوح ردب دخلنا وراهم الى اخير فيما معنى الحديث تعرف صلى الله عليه وسلم هم بتكلموا عن ثقافة محدودة المعالم محدودة المعالم ثقافة يعني كل الاديان السماوية نزلت في الجزيرة العربية ما بين مكة والمدينة ومنطقة الشام اللي هي فلسطين الى اخره وبعثة موسى عليه السلام ايضا في مصر الى اخره الى اخره فمننظر لهذه المنطقة الغنية بالثقافة وبالتاريخ وبالقيم وبالاديان ونحاول نختزلها ونتبع فيها لغات نشأت في اماكن لم ينزل فيها اي اي دين سماو لذلك كلمة خلاقية ده اللي بيدخلنا على اللي هو المصطلح الجديد اللي استطلح اللي استحدثوه واللي هو بنسميه بالانجليزي FBO او Faith Based Organization او Faith Based Organization او Faith Based Organization معناه ايه؟ معناه ان احنا بنقسم المجتمع الانساني او المقسم المجتمع الخيري الى جزئين؟ جزء يبقى اسمه المؤسسات ذات الطابعة الديني وجزء التاني اسمه المؤسسات اللي هي مش غير الطابعة الديني انا باقول لكم من وجهة نظري الشخصية اللي هو امم بها ايمان قوي وايمان عالي جدا اللي هو هذا تقسيم وتفرقة ما بين الواسسات اصبح اللي هو يعني ايه؟ بنقسم المجتمع هذي مؤسسات ذات طابعة ديني تمشي على النحية دي لها دعم معين توجه معين ثقافة معين وهذه مؤسسات ليست لها طابعة ديني ولها دعم آخر بيكون الدعم للمؤسسات اللي غير طابعة ديني اكثر بكثير من مؤسسات هذي احنا بنبطحنا اللي هو بتتكلم في ايه؟ مثلا انسان في يعني المحلال الشخصية بتاعتنا بتخلينا نمشي ورا هذا الانقسام بمعنى انا ارى واؤمن بهذا ان العلمانية كدين جديد موجود له انبياء ينظروا لها الليبرالية كذلك الشيوعية كذلك الاشتراكية كذلك كل هذه الاشياء هي كالاديان استناعها البشر فانا بدل ما اقول مؤسسات ضد طابعة ديني مؤسسات ليست لها طابعة ديني انا اتكلم عن كل هذه المؤسسات كأنها مؤسسات لها قيم راصخة ثابتة يشترك فيها الجميع ولا نقسم مثل هذين المؤسسات الى هذا طابع ديني وهذا طابع ديني وذا اخذ الاستشكلات ليه؟ اللي بتشت بنواجهها في الغرب وفي الشرق والجهلة ممن يعملون في العمل الانساني سواء كانوا في هنا او هنا ماشيين ورا هذي المنظومة ايه يعني دون ان يفهموا المقصود الاساسي منها هو ايه؟ لما بدأنا نتكلم عن مصطلح اللي هو الخلاقيقية او بالانجليز اللي هو كان بدأنا نستحذي كمصطلح جديد في 2005 2006 وكان لها محاضرة في جامعة منسوتا الناس ما تخبرهاش قوي لكن ما ممكنش ما فيها نتكلم عن ايه؟ يعني معي خلاقيقية هم هم ماشيين عن النوع النمط التقليدي اللي الناس بتتكلم عنه اللي هو الانسانية وفقط وكل واحد بيعرف الانسانية أنكم لا تستعملون الأديان في تقسيم المجتمعات أو تقسيم المؤسسات إلى ضد طبع دينة أو غير طبع دينة لما نتكلم لما نتكلم من دقائق فكان بالنسبة لهم شوك يعني صدمة لماذا؟ لأننا بقول تقسيم الجمعيات إلى منهي هذا الطبع ديني ومنهي هذا الطبع ديني ده يعتبر تقسيم كأننا بنقسم أو إيه بنعمل تفريقة عنصرية أو تفريقة دينية بين هذه المؤسسات وتلك والأخرى دي بعض يعني نبص انت في الجدولين هنا هو هنلاقي هنا ليه أنا قلتك أو خالق ونهي إنسان هنا رأس الهرم حيكون عندنا هو الخالق سبحانه وتعالى هو ربنا سبحانه وتعالى هنا رأس الهرم في الإنسان يحيكون الإنسان ده اللي بيثبت في عقلية الفرد مننا حتى يستطيع أن هذا الفرد يكون هو المشرع ويكون هو المحلف ويكون هو القادي ويكون هو كل شيء كإنسان أما هنا هو بنتكلم عن اللي هو الخالق والخلائق والخلائقية والمتخلق والمخلوق والمخلوقات إلى آخر هنا كله بينزع تحت اسم هيمان وهنا بيحصل يطلع من مشتقات اسم الخالق نفسه لكي يكون لنا مرجعية هو الخالق مرجعية هو الخالق والإنسان يكون قز من المرجعية التي يفردها عليه الخالق وليس إنسان هو يكون المشرع كما نرى الآن وكما يحدث في كل المجتمعات اللي هي أسمة العمل الإنساني الدولي والمحلي وإلى مؤسسات للطابع ديني ها على جنب ومؤسسات ليس لها طابع ديني ونعمل كل دول اللي هم طابع ديني لأننا زي ما قلت من دقائق إن العلمانية والليبرالية والشيوعية والاشتراكية وكل هذه الأشياء هي أديان استحدثت من البشر نفسهم ولها أنبياء ولها رسل ولها كتابات إلى آخره إلى آخره إلى آخره بعد كده هذا الحرم بتاعنا لو كنا منتكلم إحنا عن أن رأس الحرم في الإنسانية هو الإنسان وده اللي ماشي عندنا من كلمة يومان فحنجد أنه الإنسان هو المشرع وهو القادي وهو الهيئة المحلفين وهو المتهم أو المجرم أو إلى آخره ده الحرم اللي أتكلم عنه ولأنا بقى أرفضه من إيماني ومعتقدي الراسخ عندي والخبرة التي رأيتها أن أصبح الإنسان هو دلوقتي يحرك كل شيء خاصة في كل المناحي الاجتماعية التي تتصدر يعني تواجه الشعوب عند دلوقتي ملايين 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 من هزحين وملايين من المشردين وملايين من اللاجئين وعشرات والمئات وألاف المدن والقرى مزدمرها في أماكن كثيرة جدا في العالم سواء كان بالصراعات المصلحة أو غير صراعات المصلحة وهنا السياسة التي أضعها مرجعيتها هو الإنسان وده اللي أنا برفضه حاليا وأقول للمؤسسات العربية والإسلامية لابد أن يكون لكم مرجعية تشرع لمثل هذا العمل هنا في الهرم ده هو الهرم الخلائقية يبقى المشرع هو الخالق لازم يكون فوق الإنسان جهة أعلى منه جاية تستطيع أنها توجهه جاية تضع أشياء راسخة يستمد منها القيمة التي سيتعامل بها مع أخيه الإنسان أو أخته الإنسان فهو من هنا هو الخالق الله سبحانه وتعالى بعد كده ممكن الإنسان في الهرم ده يكون قادي اللي هو المخلوق أو الإنسان يكون من هيئة المحلفين اللي هو الإنسان أو المخلوق يكون متهم أو مقلم وهاكذا لكن لابد أن يكون رأس الهرم هو الخالق ده يعني لا يكونش رأس الهرم هنا هو الإنسان كما يريدونه في المصطلحات الأخرى أو الثقافات تفرض على الناس يعملون دون أن يبحثون دون أن يدركون دون أن يفهمون ده مصيبتنا السوداء نحن حتى في أعمالنا الإنسانية وجمعياتنا ما فيش قسم للدراسات ما فيش قسم الأبحاث ما فيش قسم لعمل المبادرات الجديدة بنتكلم فيها كلنا بنمشي وراء ما يستحدثه مؤسسات هنا أو هناك وهذه مؤسسات تفرض لها ثقافة معينة وإنت بتبعها دون أن تفهم ما يفرضون من ثقافاتهم عليك دي دورة الحياة اللي هي بتدخل فيها ثلاث كائنات كائن الدودة هنا هو وكائن الشجرة اللي هي أوراق الشجرة دي كلها اللي بتعيش عنها الدودة التغذي عنها الدودة وكائن اللي هو الطير فالثلاثة معتمدين على بعض تعتمد الدودة على الورقة ويعتمد الطير على الدودة اللي بتاكل من الورقة يعني هنا فيه معناها فيه دورة حياة للولقة وللدودة وللطير بمعنى ان فيه نظام فيه نظام وفيه مرجعية لم يخلق هذا الامر سدا او هباء بعد كده نحتاج احنا هنا في الشريح دي نحتاج الى اعادة تعريف معنى مفهوم الانسانية الانسانية بالنسبة لنا ليست حصرية على البشر بل هي على العكس تماما فهي مفهوم شامل لكل شيء وكل مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى حتى لو نكن على دراية بهذه المخلوقات الاخرى نعرف ان بيعيش معنا كائنات وحيوانات وطيور وسباع وحشرات وجراثيم الى اخر ومياه ومناخ وجبال وهضاب وصحراوات الى اخري اخري ويتعاين علينا ان ينحرر عقلنا دي كلها نكبرها نكبر موخك من مدارات محدودة حددت لك وقدناك بمفهوم الثقافي والفلسفي لمعنى الكلمة التي ايه تمشي وراءها وهي الانسان وليس الخالق نفسه وتعاين علينا تحرر عقلنا من مدارات محدودة وحيدة الجانب او احادية الجانب ده بالنسبة ان احنا بدنا نكتهد في ان نضع تعريفات جديدة لكي نقوم بها المجتمعات الدولية لها سفقة المجتمعات المحلية تحدي لكي تقود المجتمعات الدولية ولا سفقة المجتمعات المحلية هنا بقى انا ليه بقول انبقى ذا خلاقية انا عادت بكلمت عن انسانية وعن الخلاقية وعن كذا 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 استخدام كلمة الخلاقية استخدم كلمة الخلاقية للاشارة انها باستخدمها الى جميع المخلوقات الى لان الخلق والخالق فالخلق عيال الله كلهم كلهم فلذلك حينما ابدأ اعمل اي مشروع في اي مكان في العالم لابد ان اراعي البيئة والكائنات التي نعيش داخل مثل هذه البيئة ولا يكون مشروعي او عملي سواء كان تنموي او اجتماعي او اغاثي الى اخري الى اخري الى اخري يكون بمعزل عم من يعيش معي داخل البيئة من كائنات اخرى تخدمني وانما خلقت لخدمتي فلا ادمرها ولا اقضي عليها استخدام كلمة الخلاقية الاشارة الى جميع المخلوقات والكائنات ليس فقط الكائنات الحية مثل الطيور والحيونات والحشرات والاسماك بل يشمل ايضا المكائنات غير الحية مثل المناخ والبيئة والجبال والبحار والانهار على الرغم من انني اعرف ان هذا ليس تعريفا صارما كما توضعها القاموس القاموس في اكسفورد او بتاع كامبريج الى اخير الى اخير لا يتكلم عن كلمة دي باللغة الانجليزية لا يتكلم عن هيموتيرانيزم يتكلم عن هيموتيرانيزم الى الانسانية لكن ما يتكلمش عن الخلاقية نحن اصحاب التاريخ والثقافات واللغات الحية القوية جدا 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 والعقائد المختلفة التي نمت في هذا المناخ الذي نزل فيه كل الرسالات السلاموية علينا ان نضع لنا مصطرحات جديدة نستطيع ان نقود بها المجتمعات الانسانية الدولية والاجتماعية الدولية والسياسية الدولية هنا بنبص هذا قائد هذا الانسان وهذا مخلوق اخر وهذه الارض حتى الارض اللي احنا بنمشي عليها هذه كلها لابد نشوف الكائنات العايشة فيها حتى حينما بنستعمل الكرباك ده اللي بنقلم به الحسان قد يقدي الى موت بعض الكائنات اللي حواليه اللي نحن مش شايفينها فهنا ان تعريف الانسانية كمفهوم بيتعلق بالبشرية فقط يقودنا الى بن يعني ان تعريف الانسانية كمفهوم يتعلق بالبشرية فقط بالبشر فقط يقودنا الى تجاهل بقية المخلوقات والتي قال الله سبحانه وتعالى لتكون شريكا لنا في هذا الكون وكمان تخدمنا وتساعدنا تول حياتنا يعني ربنا خلق الكون وخلق الاكوان وخلق المجرات وخلق عليها ومخلوقات كثيرة جدا في كل مكان في هذا الكون الفسيح وفيها المخلوقات خلقت لتخدمنا فلابد علينا ان نحترم موجود كل هذه المخلوقات فلا ينبغي الانسان ان يتجاهل تلك المخلوقات وادوارها الابداعية التي ينبغي اعتبارها مكملة ومتكملة لادوارنا في الحياة لابد علينا ان نتجاهلها وحينما نتجاهلها مثلا انا نتكلمكم على بعض المشاريع اللي فيها فساد في الادارة وفساد وسرقات الاخرية في افريقيا او في امريكا اللاتينية ومن سميها مشاعر تنموية او مشاعر استثمارية الاخرية اللي بنقضي فيها على الغابات ونقضي فيها على الموائل الاخرية بتتحول هذه الاماكن الى اماكن صحراوية وماكن جافة واماكن طبعا بتنقرض فيها حياة المجتمعات الاخرى من ايه الخلائق التي خلقها الله سبحانه وتعالى هنا هنشوف بقى دورات الحياة لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة ذا مضغطة فخلقنا المضغطة عظاما فكسونا العظام الرحمن ثم انشأناها خلقا اخر فتبارك الله سبحانه وتعالى دورة حياتك انت داخل رحم امك او داخل رحم امك هذه دورة الحياة من النطفة للعلاقة للمضغة المضغة المخلقة والمضغة ضمن المخلقة الى بعد كده العظام والبكسوها لحمن الى اخر الى اخر فان نظرنا نحن في داخل دورة حياتنا هنلاق فيها عوامل كثيرة لابد ان تجعل هذه الدورة متكملة لكي لموت الجنين سواء عوامل داخلية او عوامل خارجية يعني معنا هنا في نظام ده اسمه نظام نظام داخل رحم المرأة وقبل ان يعاشر الزوج زوجته نظام ايضا وبعد ما يخرج الطفل نظام ايضا فكل هذه الانظمة تدل على انه في نظام كبير يبدأ من حيوان المنوي اللي احنا شايفينه هنا هو في اول سورة كله في اول يوم ده وينتهي بخروج الطفل من رحم امه نظام هذه ايضا نظام اخر في نوع واحد من انواع المخلوقات اللي هو النمل سورة سليمان عليه السلام حتى اذا وقتوا على وادي النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده هم نشعرون يعني وادي النمل ذكرت كلمة وادي اللي هو فالي اللي احنا اكتشفناها يمكن في القرن الماء دي ها لم تذكر لم يكن بشر يعرفوا كلمة وادي لكن لما دخلوا في بيوت النمل وشفتوا البيوت اللي احنا ذرناها في السومال او في اماكن اخرى داخلها لان في اودية كبيرة بيعيش في النمل حتى النمل لهذا ما يتكلم عنه كحشرة او كمخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى له نظام بديع يستطيع ان يعيش من خلالها مرتبط بالنظام الكوني الرباني الكبير انظمة متابطة بعضها ببعض شفنا انظر كده حينما يخلق الخالق كل هذه المخلوقات هذه هي الخلائقية وما من دابة في الارض ولا طائر نتير بجرحية الا امم كل هؤلاء امم امثالنا يفكروا يتجوزوا يخلفوا يختلفوا يتعاركوا مع بعضهم وعندهم قيوش وعندهم ناس يعني وعندهم ناس ابن البيوت بتاعتهم الى اخرى الى اخرى الى اخرى الى اخرى وكل امم مثلنا فده هذا هو الخلق اللي احنا حينما نعمل في العمل الانساني لابد الا نغفل وجود كل هذه الكائنات حولنا حولنا وما من دابة في الارض ولا تقر انتيروا بجرحية الا امم امثالكم ما فرتنا في الكتاب من شيء ثم الى ربي يحشرون يعني كل هذه الكائنات او المخلوقات البديعة التي خلقها الخالق وفق نظام بديع يتماشى يتماشى مع النظام الكون الفصيح ده بد ان نرعيها في العمل بتاعنا ان عملنا مشروعنا القائم فقط على حاجة الانسان قد نغفل حاجات كل هذه الكائنات التي هي في الاصل انما خلقت من الله سبحانه وتعالى لتخدمنا وتجعل حياتنا هانئة سعيدة على ظهر هذا الكوكب هذا مجال اخر احنا اتكلمنا في الاول عن كيف يخلق البشر في رحمة الام ثم اتكلمنا عن علاقة ما بين الدودة والطائر والنبات ثم اتكلمنا عن النملكة قبيلة ثم اتكلمنا عن الخلائق قلها ودي المجرات لحنا نتكلم عنها الشموس والاقمار والنجوم ها والكواكب الاخرة ها والشمس تجري مستقرن لها ذلك تقديره العزيز والعليم تمشي يعني فيه نظام والقمر والقمر القمر قدرناها منازل حتى عادة كالعرجون القديم نظام للقمر للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك الاسم كل هذه الانظمة مرتبطة بالدودة مرتبطة بالشجرة مرتبطة بالنحلة مرتبطة بالنملة مرتبطة بكل كائن حي لانها كلها نظام بديع متكامل الاطراف في بناءاته التي لا تخطئ على الاطلاق لا تخطئ على الاطلاق لان الذي وضعها هو خالقها والذي خلق الخلق تبارك الله احسن الخالقين بالمحصلة بتاع كده يعمل العالم كله او العوالم كلها او الافلاق كلها وفقا لخطة معقدة ومثالية خلاص مؤمنين بذلك وسواء اذا كننا احنا بقى كبشر بنفلسف زي ما احنا بنفلسف نعتقد ان هذه الخطة تم وضعها نمر واحد من قبة خالق زي حالاتنا او بأي طريقة اخرى واحد بيقولك لا ده مش خالق ده الطبيعة الطبيعة بتعمل من كده ولكن لا ده مش كده ده في الفراغات في اللي بتعمل كده وبقولك لا ده مش كده ده فيه انسان وهكده طيب كن قبة خالق كما نعمل بهذا او بأي طريقة اخرى فانه لا شكة في أن الحياة الصحيحة الصحية والناجحة والمستمرة لنا جميعاً خلال آلاف السنين التي عاشها الإنسان على الكوكب الأرضي تعتمد على تمسكنا بهذه الخطة وهذا النظام إن التذبنا بهذا النظام وهذه الخطة نجينا لكوكبنا إذا أفسدناه أفسدنا الكوكب وأفسدنا حياتنا ودمرنا الكوكب بخارق القواعد وذلك حادث حالياً خاصة من الدغوة العظمى التي تفسد في الأرض أكثر ما تصلح وتجعل سراعات دموية ما بين الشعوب بعدها وبعدها وتسرق وتنهب كل مقدرات الشعوب وتؤدي إلى التسحر والجفاف بما نسميه اللي هو الصورات الصناعية بخارق القواعد نحن ندفع الثمثنا ونحن ندفعه الآن ندفعه الآن ندفعه الآن بخارق القواعد الكونية فإننا نتسبب في العديد من المشاكل صعب دي بعض المشاكل مش كل المشاكل دي بعض المشاكل نتكلم عنها أول حاجة ازدياد عدد الصلاعات والحرب اللي احنا شايفينها في كل مكان في العالم سواء كان في أمريكا اللاتينية سواء كان في بلاد أفراقية مختلفة سواء كان في الشرق الأوسط سواء كان في آسيا إلى آخرين إحنا اللي بنخلقها علشان نبيع السلاح دي نمرة واحدة نتيجة هذا نتيجة هذا اللي هو بتؤدي إلى هجرة والنزوح والترحيل زي ما حصل في بلاد كتيرة جدا بنتكلم عنها نمرة اثنين نمرة ثلاثة بتكاد تتصحر والجفاف وتدمير البيئات الطبيعية ما تقوليش إن البيئة دي تلخبطت كده ببلاش لا تلوث البيئي نديجة عدم اقتراثنا ب إذا هو التغير المناخي نديجة عدم اقتراثنا بالتلوث البيئي اللي احنا بنحدثه النفايات النووية والنفايات الكيميائية والقضاء على الموائل والقضاء على الغابات إلى آخره إلى آخره إلى آخره ده بيؤدي أيضا لزيادة الفقر في كافة نحن العالم وبيؤدي النتيجة النهائية اللي بتخني الدول الغنية أغنى والفجوة بمن الدول الغنية والدول الفقيرة أصبحت متسعة إلى أبعد الحدود فإن أردنا أن نراجع ما عملته المؤسسات أو الدول التي تسمى نفسها دول مانحة والدول الإنسانية والدول فيها الديمقراطية والمسواة والإخاء إلى آخره ماذا فعلت لمثل هذه الشعوب خلال خمسين سنة هل تقلص تقلصت الفجوة ما بين الشعوب الغنية والشعوب الفقيرة هل قل عدد النازحين واللاجئين والمنكوبين في كل مكان في العالم أنتم الوحيدين القادرين على أن تجيبوا على هذا وتنظروا في مسيحة هذه الأمم ومدينة هذه المؤسسات التي تدعي شيء وتعمل شيء آخر كالدول التي بيد تقتل الشعوب وبيد أخرى وبيد أخرى تحطم اللي هو تتعمل إيه هذه الشعوب بيد تقتل الشعوب وبيد تقتل مثل هذه لا تتفكر الإخصائية بين الدول الغنية والدول الصناعية والدول الفقيرة دي الصورة نحن ما نشوفها في الوقت دي صورة من الصور اللي هو الحرائق اللي موجودة في فين يا ربي في إستراليا اللي قد يروح دي حياتها خمسمائة ألف مخلوق من الطيور والحيوانات إلى آخرية إلى آخرية غير الأشجار نحن عن أسوالية إلى آخرية وده التصحر والجفاف في أفريقيا وده الفيادة برضك دي حين نشوفها في كينيا وفي زنبيق وفي الصومال كل سنة كل هذه الأشياء بتحدث ليه لأننا أفسدنا العالم وأفسدنا النظام الكوني البديع الذي خلقه الله سبحانه المتجانس بين كل مخلوق خلقه الله سبحانه إذا كانت تعيش كل هذه المخلوقات لكي تخدمك أنت أيها الإنسان فأصبح الجشع وأصبح الفساد الذي عند الشركات عبادة قرارات هي التي أدت إلى مثل هذه الأشياء وهذا المفهوم الخاطئ لنحن فيه هل نحافظ على الإنسان فقط أم نحافظ على كافة الخلاق هل هي إنسانية أو خلاقية كما أنا أقول الصعوبات اللي بتوجهني هي والتحديات العام الخيري اللي نتكلم عنه ده ده حاجة مش جديدة ده حاجة من أيام ربنا سبحانه وتعالى ما خلق الأرض وخلق كل الكائنات حتى الطيور حتى البهايم حتى الحيوانات عندهم داخل مجتمعاتهم داخلهم بعملوا عمل خيري معروف 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 فهو حاجة مش جديدة مش مستحدثة إيه اللي بيسبب التعقدات في العام الخيري هو أن أنا بفرض على الآخر ثقافتي بفرض على الآخر عقدتي بفرض على الآخر قيمي والآخر ده هو الضعيف فأجي في أفريقيا أفرض الدين معين أفرض الثقافة معينة أفرض قيم معينة هذا بالنسبة لي جرم أخلاقي ونحن ما نسميه الأول هو الاستعمار الإنساني الذي يحدث الآن على الصعوب المستضعفة في أفريقيا أو في أي مكان في العالم هو جرم إنساني استعمار إنساني السبب هو إسرارنا على اتباع منهج واحد ثقافة واحدة قيم واحدة وطريقة واحدة وإدارة واحدة ورفض تقبل الآخر اللي هم الآخر منهم أصحاب المشكلة نفسهم نحن نطلعهم برا لا ده دول ما بيعرفش كلمة إنجليزية بايش كلمة فرنساية بايش كلمة ألمانية دول متخلفين دول ما همش أي قيمة دول أشباح أشباح بشر لا 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 ما تدخلهمش فلا يسرون قيمة في الخريطة اللي احنا نقوم بها وذلك ما احنا بنقول إيه؟ وأن أسلوبنا هو الأسلوب الأوحد والأفضل الأسلوب الأوحد والأفضل وإنجليزي يعني أنا وبعض الطفان أنا وبعض الطفان مش مهم الاختلافات العمل الخيري في الشرق والغرب تقريبا نفس القيم بتاعته الاختلافات فقط في التطبيق في النهج القائم منهج التطبيقي العمل الخيري في الشرق والغرب من الشرق والغرب أو شامل الجنوب منهج التطبيقي هو اللي بيختلف لأن فيه ثقافات مختلفة فيه قيم مختلفة فيه تاريخ مختلفة فيه أديام مختلفة ليه ثقافات عايز ده كل واحد عايز يشعر أنه هو بالقيم اللي اكتسبها من دينه وثقافته عايز يقوم بالدور ده فثقافتي تحترم عن ثقافتك بل يبدو أنه أنت تحترم ثقافتي ده ما أنا بحترم ثقافتك والعمة الخيري هو غريزة كمان نتكلم فيها لكل مخلوق لكل مخلوق يعني هو إيه؟ نحن نكلم معي بالإنجليزي هو يعني هذا شيء منحة إلهية من الله سبحانه وتعالى لنا جميعا نقوم به كيف نحدث تغيير؟ التغيير ليس سهل على أي شعب من الشعوب أو على قليل من الأقليات إذا كنا نريد إحداث تغيير فيجب علينا تمكين الأشخاص الذين يحاولون التغيير اللي بدأ عمل التغيير الخاصة بهم يعني لأن التغيير ده منظومة وليس فرقعة ويجب أن تبدأ عملية تغيير الداخلية بفين؟ تبدأ من الأسرة من الأم اللي هي مرأة من الأب اللي هو رجل والأولاد يبتوني نغير في حياتنا على مستوى الأسرة ويحن نعتمالها من أهم مؤسسات المجتمع المدني وإن كانت هي أهم مؤسسات المجتمع المدني أما بالنسبة لمؤسسات الدولية والمؤسسات اللي هي الخيرية نتكلم عنها غير حكومية؟ لابد أنها تساعد الإنسان بمنتهى الفعالية لكن عليها أنها تعرف في ملاحظة ترقب في ملاحظة جميع الكائنات في الكون من أصغر قطرة ناء إلى أكبر محيط ومن أصغر ظهرة إلى أكبر شبهة ده اللي هننتكلم عليه يعني حينما نذهب إلى أي مكان في العالم نعلم أن الخالق هو مسير مثل هذا الكون ومنشئ مثل هذه المجتمعات هناك دي المرة واحد فنتبع النهج والنظام الرباني الذي هو الله سبحانه وتحفاظ على كل الكائنات التي إنما خلقت إلا لتحافظ على حياة الإنسان وتجعل حياة الإنسان يعني مستقرة على ظهر هذه المعمورة المساواة في ديننا الحنيف يعني في مساواة في منهج الخلاقية نحن نتكلم عنه ونهج الخلاقية ربنا سبحانه وتعالى بدعوننا نحسرهم للجميع والمستوحى من العقيدة بتاعتنا وإحنا محترمين مثل هذه العقيدة المؤمنين والمؤمنات الصبرات القائمين والقائمات وهكذا المصدقين والمصدقات إلى آخيره دين المساواة بين الجميع بغد النظر عن دينهم وعن تقفيتهم وعن عرقهم إلى آخيره يعني الدين والعرق والإيه والجنس اللي هو الجندر ينتبق ده العمل الخلقي على جميع البشر من الإناث والذكور يعني أنا ليه؟ أحرم امرأة وأحرم فتاة مناتكن هي مسؤولة الجمعية أو مسؤولة مجلس دارة أو مسؤولة في مسجد أو حتى رئيس مجلس دارة في المسجد ليه؟ يعطاها القدرة على أن تفكر معي فلا بد أن تشاركني في بناء مثل هذه المجتمعات ينتبق تلك العمل الخلقي على جميع البشر من الإناث والذكور على حد سواء المتساوين أمام الخالق ويستحقون الاعتراف والتقدير على قدم المساواة لقيمة وأهمية حياتها في المجتمع المرأة لها قيمة مهمة في المجتمع وحياتها مهمة في المجتمع وكذلك الرجل والشاب والشاب وكذلك الوصول إلى الفرص المتساوية وحقوقهم التي يهابها الله سبحانه وتعالى لتحقيق إمكانتهم البشرين فالمساواة هنا في إدارة المجتمع لأن نفسر النصوص خطأا 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 لننظر للمرأة أنها خلقت من إيه؟ من دلقاوج نفسر الحديث خلق قد يكونوا دلنا الأعواج ده معنى أنه هو بيحمي الصدر بيحمي القلب والرئتين لذلك ربنا سبحانه وتعالى يحيط لكي يحمي مثل هذه الأعضاء الحل بقى هنا أنه هناك دور للمؤسسات الدولية ودور مؤسسات المحلية الدور المؤسسات الدولية هو بيتخلقها خاصة في كلمة فات الف معناها فند يعني الدعم المادي الـ A معناها تريلنج يعني التدريب التـ T معناها الـ A معناها الـ Aدفوكيس يعني الدفاع والـ T معناها التريلنج يعني تدريب ده دور المؤسسات الدولية خلاص؟ على جمع الدور بتاعة المؤسسات الوطنية المحلية نتكلم عنها اللي تم في القرى وفي النجوع وكذا وكذا هي الكسب اللي هي المعلومات مين اللي هيجيب لك المعلومة المهمة اللي في داخل المجتمع اللي هي المؤسسة المحلية مين اللي هيجيب لك الطريقة الحل المبدع ما نن يبدع في الحل إلا ما ننكوى بنار المشكلة النفسية يبقى هو المجتمع المحلي الاس الأولى اللي هو الاستدامة مين اللي هيجيب لك الاستدامة هو برضك المجتمع المحلي الحل بتاعي حيكون قائم على الاستدامة وقائم على الإبداع وقائم على المعرفة المجتمع المحلي وليس واحد جايب البرشوت من لندن أو باريس أو روما أو جينيفا أو الرياض أو كويت إلى آخر هيجي لابس البرشوت ده ونط ومسك في إيده عصم موسى ومسك مجتمع المحلي فلابد يكون إيرت الشراكة من المجتمع الدولي المؤسسات الدولية والمؤسسات المحلية متساوية أنت جيب لي الفات اللي هو الدعم المادي والدفع عني والتضربني وأنا هجيب لك الحل القائم على المعلومة وقام على الاستدامة وقام على الإبداع وإحنا هتنين متساوين لأن معلومتي وإبداعي واستدامة الحل من عندي أنا أغلب كثير جدا مما تنفقه على هذين مشرقين من أموال دي العلاقة من الجهتين عملنا إحنا برضك الكلمة دي للأسف ما قلتهاش مبارح اللي هي العلاقة من الجهتين هي إيه هوب إيه معناها مشاركة التعاونية الإنسانية البديلة المشاركة التعاونية الإنسانية البديلة معنى إيه؟ معنى إن إحنا في مجتمعاتنا بنابد إن نبني العلاقة ما بين اللي هو الالترنتيف هيمينيتيريون أوبريشنال بارتنرشيب إنجاجمين لابد المشاركة دي تكون قائمة على إنجاجمينت اللي هو التشارك مع بعض التشابك مع بعض بس مرجعيتنا الأولى اللي هي الخلائقية وليست الإنسانين ودي بيكون قائمة على الشجرة اللي إحنا بنبنيها دي أو بنزرعها اللي هي بنسميها تري الشجرة اللي هي الثقة ترست ريسبكت احترام إنجاجمينت اللي هو التشارك مع بعض إمبارمنت اللي هو التمكين يبقى قائمة على إيه؟ شجرتنا هنا هو اللي هي الترست وريسبكت وإنجاجمينت وإمبارم اللي هو الثقة والإحترام والمشاركة والإيه؟ التمكين دي هو اللي هنتكلم عنها وناتكلمت عنها قبل كده يعني في في الشريحة اللي فاتت هو دي الديهن اللي هنتكلم عنه أو اللي هو الفات اللي هنتكلم عنه لو دول مؤسسات دولية تانية ساكنون ودي اللي هي إيه الأخير عم نرجع بقى الآخر واحدة لما نرجع نلخص كل المجموعة دي كلها احنا منتكلم على ثقافة فلسفية لقيم جديدة لعمل بتاعنا تكون مبنية على مرجعية التشريع الذي وضعها الله سبحانه وتعالى الحفاظ على الكون والحفاظ على كافة خلائق في الكون وإحنا بنشتغل في العمل الإنساني أو نشغل في العمل خلائق لأنا ما تكلم عنه إيه إحنا بنسمي لقية عمل إنساني وهم أطروا له ما فيش مشكلة أنا لابد أن أؤثر لفكري ولقيمي ولعاقدتي ولثقافتي لابد لابد أن يكون في ميزانية مؤسساتنا ميزانية للبحث والبحوث والمؤتمرات والورش كل هذه الأشياء يبتكون موجودة يبتكون موجودة علشان تستطيعنك تقدم فكر جديد وأنت أغنى الناس في اللغة والثقافة والعقائد اللي نزلت عندنا في المنطقة العربية والتاريخ ما فيش منطقة في العالم أغنى من هذه المنطقة اللي هي منطقة الشام والجزاء العربية اللي هي مهبة كل الأديان السماوية فثقوا في أنفسكم واعلموا أننا في ببدأ هذا القرن أسعروا أهلهم ليس هذا القرن هذه الحقبة الزمنية لعشرين عشرين نبدأوا بهذا التحدي لأنه كنا ندور ولكننا ندور ولكننا ندور ولكننا نرؤية ولكننا نرسالة ولكننا نمنهج أختي من نهاردة بكلمة أننا بهني فيها أخواننا المساحيين اللي هم الأرثولوكسكيين كنيسة الشرق بالاحتفالات المجيدة بتاعتهم وربنا إن شاء الله يجعل هذا العام عام سعيد ليس عليهم فقط بل على البشر كله في العالم وعلى كافة الخلائق في العالم إن شاء الله ويجعل أيامهم سعيدة ويجعل أيامنا كلها سعيدة وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا